تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 423 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 33 طن مواد غذائية فيما تم ضبط قرابة 6 أطنان دقيق مدعم في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط أكثر من 27 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وضبط 533 قضية من بينها 117 قضية خبز ناقص الوزن و 127 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابذ وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت كرابة 28 طن أقمح محلية ترجمة نانسي قنقر